موسيقى 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 مليار أو أحد المليار عشرات المليار ومئات المليار بص كده معي احنا اتفقنا أنا عملا أقولك المليار ألف مليون المليار ألف مليون طب أنا لو كسرت الألف ربع الألف بنتين وخمسين قد بالك بقى أنا بتكلم على ربع المليار تمام؟ ربع المليار متين وخمسين مليون ربع المليار متين وخمسين مليون طب نص المليار 500 مليون نص المليار 500 مليون 3 اربع المليار 750 مليون 3 اربع المليار 750 مليون طبعا عندنا امثلة عندنا اول سؤال اكتب الحروف طبعا اكتب الحروف ده مش حاجة جديدة عليك خدتها في سنة ثالثة طبعا دي سهلة وانحنا عشان نقرأ او نكتب رقم او عدد عندنا لازم ان احنا نعمل نعد ثلاث خانات ونفسي حنعد ثلاثة ونفسي عشان نبدأ نقرأه طبعا بنبدأ من جهة الشميل بص حبيبي كده احنا عدنا هنا وفصلنا فانا عندي علاق اولانية علت الالاف علت الملايين وعلت المليار طب انا عايز اكتب الحروف يعني انا عايز اقرأ العدد 624 مليارا 638 مليونا ومئة واثنين وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وستون تاني كده 624 مليارا و638 مليونا ومئة واثنين وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وستون لازم نتأكد ان العائلات اللي عندي مكتوبة المليار مليون وعلت الالاف تمام كده حبيبي يبقى 624 جعلت المليون و638 جعلت الملايين ومئة وخمسون جعلت الالاف العدد اللي بعد كده احنا عدنا من جهة اليمين ثلاثة وفصلنا اكتب انت اكتب بالاركام انا جايب اقولك بالحروف وعاوزك تكتبوله بالاركام طبعا هنا احنا بنبدأ نبني بيوت عشان نعرف طبعا احنا كنا نقوم بنبني 3 بيوت لعائلة الملياش قص و6 بيوت لعائلة الالاف و9 بيوت لعائلة الملايين و12 بيت لعائلة المليارات فنبدأ نبني البيوت ونبدأ نحن حبايبي هنا بقى هو عايزني اكتب له انا العدد. انا عندي هنا اول عيلة مقابلاني عيلة المليار. عندي فيها لحد عشرات المليار. تمام كده? انت ممكن تبني اتناشر بيت. وكده كده السفر الاخير اللي عشر مال مش هيبقاله قيمة. او على طول تبني احداشر بيت. تمام? طب انا حابني بيوتي وابتدي اشتغل. بقى عيلة المليار فيها تلاتاشر. سلاسة عشر يعني تلاتاشر. تمام? طب خد بالك. خد بالك ان عيلة الملايين مش موجودة. معنى كده ان انا ححط تلات اصفار بدل عيلة الملايين. طيب عيلة الالاف فيها مئة الف. يعني فيها واحد في مئات الالوف. وهحط اصفار في احد وعشرات الالوف. طب العيلة الاولانية فيها خمسة وسلسون. وهحط سفر مكان المئات. تاني انا عندي سلاسة عشرة مليار. يعني عيلة المليار فيها تلاتاشر. طب عيلة المليار قبلها الملايين. عشان ده بقى فايدة بين البيوت. الملايين مش موجودة. حطيت بدلهم ثلاث أصفار. مائة ألف. عندي واحد في مائة الألوف. وحطت سفرين بدل أحد وعشرات الألوف. وعندي العيلة الأولانية فيها خمسة وثلاثون. وحطت سفر مكان المائة. تعال بقى نتأكد كده من القرية. سلاسة عشرة مليار ومائة ألف وخمسة وثلاثون. تمام كده. طيب. تعال بقى نشوف اللي بعدها. اللي بعدها عندي سلاسة مليارات. يعني أنا عندي أحد المليار وبس. فأنا ممكن أبني عشر بيوت واشتغل. طيب. أنا حبني خلاص العشر بيوت بتاعتي عيلة المليار فيها تلاتة. يبقى ثلاث مليارات. خد بلك عيلة الملايين فيها خمسة في أحد الملايين. تمام يعني عشرات ومائة الملايين بحجز بدلهم بأصفار. سمعاكم بتقول ان عيلة الألف مش موجودة فحط بدلها ثلاث أصفار. والعيلة الأولانية فيها اربعة وعشرون. يبقى سلاسة مليارات وخمسة ملايين واربعة وعشرون. تمام كده حبايب. تعالوا نشوفوا كده هوات نوجة جيد من الأسئلة. أكمل كل مما يأتي. الكيمة المكانية للرقم تسعة في العدد اللي عندي. اللي هو عبارة عن ثلاثة سلاسة مليارات ومتين تسعة وسبعين مليونا وربعمية وسبعتاشر ألف وخمسمية تمانية وستين. طب هو عاوز عاوز الكيمة المكانية. يعني ايه الكيمة المكانية? يعني اسم البيت او اسم الخانة اللي موجودة. طفل التسعة كده هوات تعالوا معي كده هوات. التسعة جاية موجودة فين? في اول خانة عندي من عائلة الملايين. يبقى معنى كده هوات ان ده هوات ايه احد الملايين او ممكن اقول عليه ايه الملايين. يبقى معنى كده جي الملايين. طب الكيمة الرقمية. معنى الكيمة الرقمية يعني معناها كيمة الرقم. معناها كيمة الرقم. يعني معنى كده هوات ان انا هحط الرقم اللي هو تسعة واحفظ الخنات اللي قدامها بصفار يعني معنى كده وتعلم معي كده هوت اهوت يبقى معنى كده ان دي تسعة مليون السؤال اللي بعد كده حبيبي القيمة المكانية للرقم سفر في العدد مليار ومئتان وواحد مليون ومئة وسمانية وتسعون ألفا وسبعمائة وتسعة وخمسون حبيبي تعال كده نشوف القيمة المكانية يعني اسم البيت اللي موجود في السفر تعالي يلا نشوف أحد عشرات مئات أحد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف أحد الملايين جا السفره السفر بيته عشرات الملايين السفر بيته عشرات الملايين تمام يبقى قيمة المكانية للسفر عشرات الملايين طب قيمته الرقمية السفر قيمته الرقمية ايه حبيبي السفر برضو تمام يبقى قيمة الرقمية للسفر سفري طيب السؤال اللي بعده تسعة مليارات وسبع ملايين ومتين وستة وخمسين طب انا دلوقت شو عاوزني اجمعهم على بعد مش احنا عارفين ان الوا ودي جمع يبقى اركب الرقم على بعده طب انا دلوقت شو عندي اكبر عائلة المليارات ودوت احد المليارات شو يبقى انا ابني على طول ابني اتنشر في ناس مكريد ابني اتنشر ماشي بس دلوقت انا عندي الاحادي يبقى ابني كان بيت عشرة يبقى ابني عشر بيوت طبعا وحط التسعة التسعة اول حاجة بحطها في خانة ايه احادي المليارات يلا بينا كده هو مع بعض بعد كده هوت هاخش هحط التسعة حبيبي في خانة احادي المليار طيب وبعد كده وبعد كده عندي عائلة الملايين فيها سبعة بس فانا حط سفرين ورا السبعة حط سفرين ورا السبعة ليه ححط السفرين دول لان انا ما عنديش العشرات ولا مئات المليون يبقى انا حطيت التسعة في خانة احد المليار والسبعة في خانة احد الملايين ما جاب ليه سرط الالاف حطيت بدلها تلات تصفار وبعدين مائتين وستة وخمسون تعالوا نقروا العدد ونتأكد واحد اتنين تلاتة وافصل واحد اتنين تلاتة وافصل واحد اتنين تلاتة وافصل تسع مليارات سبع ملايين مائتين وستة وخمسونة وبس معنا السؤال الرابع أصغر عدد مكون من 10 أرقام مختلفة يلا بنا كده هو أدخد بالك أصغر عدد مكون من 10 أرقام ومختلفة حبيبي أوعى تتسرع أنا لو قلت لك أصغر عدد مكون من 10 أرقام وسكت يبقى المليار صح لكن المراجي بقول لك أصغر عدد مكون من 10 أرقام مختلفة فإنه لازم أبني 10 بيوت الأول عشان ما ننساش أي حاجة تمام أصغر حاجة خلص السفر بس أنا قلت لك أن السفر على الشمال ما لوش قيمة فأنا أحط الواحد وبعدين سفر صح برافو اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى أصغر عدد مكون من 10 أرقام مختلفة مليار وسلاسة وعشرون مليون وأربعمائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانون مليار وسلاسة وعشرون مليون وأربعمائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانون السؤال اللي بعده أصغر عدد فردي خلي بالك هو بيديك معطيات في السؤال فالإنت لازم تحط عليه خطة عشان تبقى عارف تحيل قال لك أصغر دي أول طلب قال لك عدد فردي مكون من 10 أرقام عدد فردي يعني أحده لازم يكون عدد فردي اللي هو الواحد والتلاتة والخمسة والسبعة والتسعة يلا حبيبي بيقول لي أصغر عدد فردي طبعا حبني 10 بيوت الأول لأنه مكون من 10 أرقام قد بالك أنا حكت بالمليار بس طبعا مش هخلي خنة الأحد سفر هحط في خنة الأحد كام؟ واحد صح كده؟ يعني مليار وواحد تمام؟ حطيت طبعا الواحد في خنة الأحد عشان هو أصغر عدد فردي وهو إيه اللي أنا عاوز أصغر واحد؟ سؤال للبعض أكبر عدد زوجي مكون من 10 أرقام أكبر عدد زوجي مكون من 10 أرقام الزوجي اللي هو أحده يأما 2 يأما 4 يأما 6 يأما 8 يأما طب دلوقتي يا أما السفر طب تعال معي هو قال لك أكبر يبقى أنا هاخد أكبر عدد زوجي وحطه في الأحد اللي هو مين؟ التمانية يلا شوفوا كده الحلقة يبقى إزاي؟ حبايبي هنبني 10 بيوت برضو وهنحط في الخنات كلها 9 لأنه ما قلتش أرقام مختلفة فيما عدد خنة الأحد هحط فيها التمانية اللي هو أكبر عدد زوجي عندي عشان أحافظ على أن الرقم يفضل كبير زي ما هو تمام كده؟ طيب السؤال اللي بعد كده؟ أصغر عدد يمكن تكوينه من الأرقام 3 والخمسة والسفر والاربعة واتنين وواحد وتسعة وستة وخمسة وتسعة هو طبعاً لو عددت الأرقام اللي عندي دي على قوم عشرة فأنا لازم أعمل هي عشان أحل المسألة دي ببني عشر بيوت وخلي بالك ده أصغر أصغر يبقى حب تجي بالصغير من ناحية الشمال أنا عايزة أصغر العدد فأنا بصغر العدد من العلة الكبيرة طب أنا هدور فيه سفر بس أنا مش هحط السفر أحط الواحد وبعدين سفر وبعدين اتنين تلاتة أربعة تمام؟ خد بالك أن الخمسة متقررة مرتين ستة والتسعة كمان متقررة مرتين ولازم أتأكد أن عدد الأرقام اللي أنا كتبتها قد عدد الأرقام اللي كانوا موجودين واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهم كانوا عشر أرقام السؤال اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده أكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام تلاتة وتسعة وأربعة وسفر وسبعة وتمانية وسبعة وسفر وخمسة وتلاتة هو هنا قال لك أكبر برضو هنا الأرقام اللي عندي عشرة برضو عمني عشر بيوت وحط الأكبر مين أكبر رقم عندي؟ التسعة برضو عبتجي من ناحية الشمال هحط التسعة لأنه هو كبير وبعدين في تمانية يبقى حط التمانية خد بلا كان عندي السبعة متقررة مرتين حطتها وبعدين خمسة وبعدين أربعة والتلاتة متقررة مرتين وعندي كمان سفرين تمام كده يبقى ده أكبر عدد موجود السؤال اللي بعد كده ده علامة أكبر أو أصغر أو يساوي طيب بص كده عندي طبعا احنا اتفقنا إن الأعداد الكبيرة لو تعملت معيها على إنها كلها حتة واحدة ده من غير معد وافصل زي ما أنا قلتلك الموضوع بيبقى صعب علي طب ما أنا لو عددت وفصلت القصة هتبقى سهلة بالنسبة لي واحد اتنين تلاتة وافصل واحد اتنين تلاتة وافصل واحد اتنين تلاتة وافصل وتبقى لي الخمسة يعني العدد اللي قدامي ده خمسة مليار ومائتين واربعة وعشرون مليونا وتسعمائة وسلاسة وستون ألفا واربعة ومائة وسبعة بص كده معي تعال كده نبص مع بعض ونعد ده مكون من عشرة والتاني برضو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة والتاني برضو مكون من عشرة طيب تعالوا كده نبص هتلاقي الخمسة موجودة اتنين اتنين اربعة تسعة ستة تلاتة اربعة بص كده بقى على خمط العشرة هنا صفر وانا كامل واحد صح؟ خد بالك ان لازم عيني تشتغل معي عشان أقدر أتعامل مع العدد الكبيرة معنى كده ان العدد التاني هو الأكبر فهحط علامة أصغر منه السؤال اللي بعد كده مليار طب المليار ده مكون من كام؟ ده أصغر عدد مكون من عشر أرقام تمام والنحية التانية تسعمائة وتسعة وتسعون مليونا وتسعمائة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسع وتسعون يعني العدد التاني ده رغم انه كله تسعات الا انه مكون من تسع أرقام بس يبقى بعد كده خلاص مين؟ المليار كسر يبقى حط علامة اكبر من السؤال اللي بعد كده فاكر كده لما جيت عرفك على المليار قلتلك ان المليار بيساوي ايه صح برفو عليك قلتلك ان المليار الف مليون طب انا عندي خمس تلاف مليون تمام كده وخمس مليارات عندي خمس تلاف مليون وخمس مليارات لو ضربت المليون حنزل قدام الخمسة الخمس تلاف جي كمان ست سفار فحوصل للخمسة مليار يعني العلامة هنا يساوي انا ممكن احول الاتنين للارقام هحط هنا الخمس تلاف وقدامها ست ارقام وهنا ست اصفار وهنا الخمسة قدامها كام تسع اصفار فحلق ان الكافتين متساويتين في نوع جديد من الاسئلة اختر الاجابة الصحيح من بينها الاقويس المليار هو اصغر عدد مكون من طبعا الحسائلين كزا مرة ان المليار اصغر عدد مكون من عشر ارقام الرقم الذي يشغل مئات الملايين في العدد الرقم الذي يشغل مئات الملايين في العدد واحد اتنين تلاتة وافصل واحد اتنين تلاتة وافصل واحد اتنين تلاتة وافصل يبقى مين بقى مئات الملايين التمانية صح برافو عليكم. طيب السؤال اللي بعد كده ها سمع الاجابة شطار برافو عليك ولازم نستغل كل حاجة بنتعلمها. كلمة مليون حتديني ستة اصفار يبقى انا هختار الخمسة اللي قدامها تسعة اصفار. هختار الخمسة اللي قدامها تسعة اصفار. برافو عليكم حبايبي. معنا النج جيد من الاسئلة. اكتب العدد السابق والعدد التالي للاعداد الاتية. معنى العدد السابق يعني نطرح واحد. ومعنى العدد التالي يعني نجمع واحد. يلا بنا كده وطح نطرح مرة واحد ونجمع مرة واحد. بصوا حبايبي عشان الاعداد كبيرة زي ما قلت لكم كده. انا ممكن انا عارفة ان انا هجيب العدد السابق والعدد التالي من غير ما يحددلي نوعية. معنى كده ان انا هنقص واحد عشان اجيب العدد السابق. وزود واحد عشان اجيب العدد التالي. طيب خد بلك ان الخانات كلها تتنقل زي ما هي مع ادى خانة الاحادة. العدد السابق للواحد هنا اللي في خانة الاحادةノ معنى كده ان العدد السابق للعدد اللي عندي ده هو 6 مليار 6 مليار ومئة وخمسون مليون وسمانية وثلاثون انا عايزة عدد خد بالك العدد السابق هو هو العدد كله مع ادى خانة الاحاد اللي انا هغيره تمام كده? طيب انا عايزة العدد التالي بروفو عليكم. انا احطي ايجي على العدد اللي في النص ده. لان هو ده اللي انا بلعب معي. سمعيك وشطرين. بدل الواحد ده هيبقى اتنين. صح كده? فانا هنزل العدد كله وبدل خنت الاحد ما هي واحد هخلاه متين. معنى كده ان العدد التالي هيبقى ست مليارات ومئة وخمسونة مليونا وثمانية وثلاثون الفا ومئتان واثنين. تمام? ماشي حبيبي كده? طيب السؤال اللي بعديه. عندي تسعمائة وتسعة وتسعون مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعون الفا وتسعمائة وتسعة وتسعون. العدد السابق هنقص واحد من خنت الاحد. خنت الاحد فيها تسعة. فهيبقى خنت الاحد بدلها تمانية. طيب خد بالك بقى من التسعة. فوق كان الحل سهل لان انا كان عندي واحد. لما شلت منه بقى صفر زودت عليه بقى اتنين. لكن تحت حبيبي عشان ازود. سمعاكم? بتقولوا ان هو ده العدد اللي احنا بتدينا بيه النهاردة. انا لو زودت واحد للتسعمائة وتسعة وتسعون مليارا مليونا وتسعمائة وتسعون مليونا وتسعمائة وتسعون مليونا وتسعمائة وتسعون حوصل للمليار. برفع ليكو. يبقى العدد التالي للعدد ده هو المليار. السؤال اللي بعد كده. في نوع جيد من الاسئلة اكمل بنفس التساس. عندي المسألة الاولين عاجيني عداد وطالب مني ان انا اكملها. عندي اول عدد اربع مليارات وسبعمية وتسع ملايين ومتين خمسة وتلاتين الف ومية واثناشر. العدد اللي بعده اربع مليارات وسبعمية وتسعتاشر مليون ومتين خمسة وتلاتين الف ومية واثناشر. والعدد اللي بعده اربع مليارات وسبعمية تسعة وعشرين ملايين ومتين خمسة وتلاتين الف ومية واثنو اشر. طب انا بلاحظ ايه ان تعال من ناحية الشمال كده دي اربعة وده اربعة وده اربعة دي سبعة وده سبعة وده سبعة. طب ده سفر وده واحد وده اثنين. طب ضيف خانة ايه? فخانة عشرات الملايين. خانة عشرات الملايين. يبقى معنا كده حبايبي ان انا بزود عشرة عشرة مليار لكل عدد. تمام? بس خد بالك ان لازم اتاكد ان خانات اللي هي اللي قدام دي. اللي قدام السفر اللي انا قلت اللي هيتغير نفسها. هي هي الارقام. معنا كده ان انا هكتب اثنين واحد واحد خمسة تلاتة تنين تسعة. تمام? بدل بقى الاثنين هتبقى تلاتة. طب ونزل بقية العدد زي ما هو. وبعد كده بدل التلاتة هتبقى اربعة وحنزل بقية العدد زي ما هو. خد بالك حبيبي ان الاعداد الكبيرة بتحتاج ان انا اتعامل معها بتقني واحتاج ان انا ادرس اشوف مين بس اللي متغير عشان اقدر احكم وتعامل مع العدد اللي قدامي. طب تعالوا بقى كده نشوفوا السؤال اللي بعد كده. يلا حبيبي كده بص معي للسؤال اللي بعد كده. ها ها بص كده الخانات الاخيرة. الخانات الاخيرة كلها زي بعض. طب مين بقى اللي هيقول لي كده شاطر? خانة مين اللي بتتغير? خانة ايه اللي بتتغير? خانة المئات. برافو عليكو حبيبي. المئات كان العدد في العلال الاولانية خمسمية وتمنتاشر. بقت تلتمية وتمنتاشر. بقت مية وتمنتاشر. معنى كده ان خانة المئات بتنقص اتنين. معنى كده ان انا بنقص كم? بنقص متين. صح كده? خدوا بالكو حبيبي ان انا محتاجة شوية اعمل لها عملية طرح. انا هنقص متين. تمام? حاجة للعدد الاخير واطرح منه متين. تمانية ناقص صفر تمانية. اتني واحد ناقص صفر واحد. حداشر ناقص اتنين تسعة والاربعة والاربعة دي خد بالك انا استلفت منها بقت تلاتة. معنى كده ان العدد الجديد خد بالك. بص كده معي. التمانية والواحد نزله لكن انا استلفت لان انا بطرح. تمام? والطرح هأثر كمان على الخنة اللي وراه. طيب. تعالى بقى نوصل كده للعيلة الاولانية في العدد الجديد. بقت تسعمية وتمنتاشر. طب انا هطرح متين. اه بقى عندي امكانية ان انا اطرح من غير استلاف. هتبقى سبعمية وتمنتاشر. برافو عليكو حبايا. طبعا والاعداد بقتها اللي انا مش بلعب معايا بتنزل زي ما هي. في نوع جديد من الاسئلة. رتب الاعداد الاتية ترتيبا تصعودية. معنى ترتيب تصعودية يعني من الصغية اللي الكبير. طب لازم عشان ارتب ترتيبا تصعودية برضو اول حاجة بعد كل عدد عندي. كل عدد بعد عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر. برضو هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر. وبرضو ده عشرة وده عشرة. طب بعد كده هوت عشان نقرأ كل عدد احنا متفقين تلاتة وافصل. طب تعال معين. ست مليارات ومتين وتلاتة وعشرين ملايين وخمسمية واحد وتلاتين الف وخمسمية وواحد وعشرين. طب العدد اللي بعده. بص حبايبي كده انت عندك الاعداد اللي قدامك اعداد كبيرة كل منها مكون من 10 اركم. احنا اتفقنا ان الاعداد الكبيرة بتحتاج ان انا اتعامل معاها بقوة ملاحظة عالية عالية قوي. طيب بص كده لو بصيت على الخانات الاخيرة هتلاقي ان من الخانة المليار هتلاقي رقم 6 و 2 و 3 و 5 متقررين في كل الاربع عدد اللي عندي. خد بالك كده بص انا احط لك خط تحت الاعداد اللي متغيرة اللي انا بيها حق درحكم ولدت. خد بالك حبيبي انت لو اتعاملت زي ما انا بتعامل الاعداد الكبيرة هتبقى زيها زي اصغر الاعداد. انا بسهل. انا بايه دي? اسهل السؤال او اصعبه. انا لو اتعاملت مع العدد كله مرة واحدة حتى الكبير لازم عينه حتخونه لان الاعداد دي مكونة من ارقام كتيرة. فعشان كده حبيبي انا من الاول خالص بجهش شغلي. تجهيز الشغل ده هو اللي بيخلي حل السؤال بطريقة سهلة. طيب بص كده الخط اللي انا حطه لك اول واحد بص انا باتعامل بقى مع العدد مكون من خمس ارقام. واحد وتلاتين الف خمسمية واحد وعشرين. الخط اللي بعد كده واحد وعشرين الف خمسمية واحد وعشر و One و Five و Одناشر و Eternation Frille 21 V21. طب انا عايز ارتب صغير. طب مين الاصغر صح برافو عليك. الاصغر هو آخر عدد. يبقى آخر عدد ده هو هيبقى اول عدد عندي. طب وبعد كده. بعد كده عندك 31. 21. 31 يبقى كده الواحد وعشرين صح برافو عليك. الواحد وعشرين الف وخمسمية واحد وعشرين ده هيبقى العدد التاني. طب انا عندي هنا واحد وتلاتين وهنا واحد وتلاتين. بس هنا خمسمية واتناشر برفع عليه كبه هو ده العدد رقم تلاتة. واخر واحد انا نزلته. بص بقى كده لما تعلمت ان انا ابص على الاعداد واشغل قوة ملاحظتي. الحل بقى سهل جدا. وبامكاني ان انا اعمله من غير مغلط. السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده معنا رتب الاعداد الاتاية ترتيبا تنازلين. يعني من الكبير للصغير. تعال برضو نج شغلنا ونشوف ايه المختلف ويه اللي متشابه مع بعض. طبعا السؤال اللي بعده اللي هو رتب الاعداد الاتاية ترتيبا تنازلين. طبعا احنا عارفين ان تنازلين يعني من الكبير للصغير. طب احنا انتفعنا اننا لازم لازم نجهز الشغل. وكمان لازم نعد العداد اللي عنددي. لو عدته العدد الأولاني هلأيه عشرة. طب العدد التاني 11 والعدد التالت عشرة. العدد الرابع 11. يعني الاول والثالت عشرة. والتاني والرابع 11 وانا عاوز اكون كبير بقى بص الاول على التاني والرابع تعالوا شوفوا كده فيه ايه اللي انتم ملاحظينه معنا بص كده انا عندي الخمس خانات والاخار مشتركين في العدد التاني والعدد الرابع هم هم طيب بص بقى كده انت عندك الخانات الاولانية بص كده من قبل الاربعة هنا فيه 19 تمام وهنا فيه 89 تمام معنا كده بقى من الكبير صح الكبير التسعة وتمانية يعني العدد الاخير هو اول واحد عندي وخلاص هنزل بقى رقم اتنين وراء لان هم دول مكونين من اكتر ارقام عندي تمام طيب وبعدين عندي بقى الرقم الاول والرقم التالت الخانات الاخيرة زي بعض هنا 18 وهنا 81 يبقى رقم 3 هينزل رقم 3 تمام كده والاخير هو اصغر واحد تمام كده حبايبي موسيقى دلوقتي احنا وصلنا لسؤال المتفوقين طبعا تكتب اسمك وفصلك وتحل السؤال في ورقة وتجاوبه وتحطه في ظرف طبعا ما تنساش طبعا سندوق متفوقين طبعا اكيد السؤال ده هايكون حلو موجود داخل الشرح في الفيديو سؤال المتفوقين معانا اوجد عددين الفرق بينهما 1000 ويتكون كل منهما من 10 ارقام اوجد عددين الفرق بينهما 1000 ويتكون كل منهما من 10 ارقام خد بالك انت حتكتب عددين كل عدد فيهم مكون من 10 ارقام لو حبيت اطرح العددين الفرق حيبقى 1000 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة